الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله وصلى الله وصلى الله والله والله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم السيد عبد الحسين شرف الدين من الشخصيات الشيعية المرموقة في القرن الماضي الشخصية التي تميزت التي ارتقت لها أركان من أهم أركان عظمة هذه الشخصية هي صفة الشجاعة كان شجاعا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى أن صفات الإنسان لا تتوقف عند حدوده بل تنتقل منه إلى من حوله بنسب مختلفة حسب الظروف المختلفة حسب القابليات المختلفة الإنسان الجبان جبنه بصورة طبيعية بصورة عفوية ينتقل إلى من حوله بنسب مختلفة حسب الظروف وحسب القابليات الإنسان الشجاع شجاعته تنتقل إلى من حوله بنسب مختلفة حسب الظروف وحسب القابليات الإنسان السخي سخاؤه ينتقل بنسب مختلفة إلى من حوله وهكذا سائر الصفات خصوصاً من القادة صفات القادة تنتقل بصورة طبيعية عفوية إلى أتباعهم إلى المتأثرين به الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الشقشقية فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها يسقط يضطر أن يعتذر يعتذر يعني يرجع ثم يقول عليه الصلاة والسلام فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراف صار الناس أيضاً يتلونون في كل يوم لون لأن القائد كان هكذا آثار صفات طبائع القائد تنتقل بصورة عفوية إلى الناس الناس على دين ملوكهم القضية ليست دين عقيدة دين يعني طريقة الناس على دين ملوكهم الملك كيف يكون يكون إنسان شجاع الناس يصبحون شجعان يكون إنسان جبان الناس يصبحون جبناء يكون إنسان سخي الناس يصبحون أسخيا يكون إنسان عادل الناس يصبحون يعني يتأثرون بعدالته إنسان ظالم الناس يصبحون ظالمين آثار صفات طبائع القادة تنعكس على الأتباع بصورة عفوية طبيعية انعكاسا كبيرا السيد عبد الحسين شرف الدين كان شجاعة قائد شجاعة هذه الحالة هذه الطبيعة طبعا جزء منها طبيعة جزء منها تربية هذه الصفة انتقلت بصورة عفوية بصورة طبيعية إلى بعض من حوله الشيعة في لبنان كانوا مستضعفين لعهود وعقود وقرون شجاعة السيد عبد الحسين شرف الدين أثرت جعلتهم لهم قوة لهم مكانه هو كان شجاعا صارت قوة للشيعة في لبنان طبعا لا أقول فقط السيد عبد الحسين شرف الدين لا كان هناك أبطال شجعان قبله أيضا بعده أيضا الحالة بقيت هذه القوة هذه المكانة صار الشيعة يأخذون بعض حقهم بعد أن كانوا محرومين منها طوال عقود وقرون صار الناس يأخذون حقهم الشيعة يأخذون بعض حقهم وجدوا بعض مكانتهم هذه القوة من ذلك الزمن استمر إلى يومنا هذا والفضل للسيد عبد الحسين شرف الدين ولا أمثاله لا أقول فقط هو كان من قبله أيضا أناس آخرون الفضل لأولاك بسبب هذه الشجاعة هذا في لبنان السيد عبد الحسين شرف الدين توفي قبل أكثر من ستين سنة سنة ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين للهجرة على عما ببالي ألف وثلاثمائة وسبعين قبل أكثر من ستين سنة في نفس ذلك العصر في نفس تلك البرهة الفترة السيد عبد الحسين شرف الدين كان في لبنان اذهب من لبنان إلى جارة لبنان سوريا كانت هناك شخصية شيعية أيضا في سوريا بخلاف السيد عبد الحسين شرف الدين تلك الشخصية ما كانت تتمتع بالشجاعة بل على عكس ذلك كان يخضع يخضع ويخنع بسبب ظروف معينة بسبب أي شيء هم يأولون أنه ظروف التقية كانت كذا ظروف التقية في لبنان أيضا كانت لا علينا بأي حجة لا علينا الآن بالحجج تام غير تام ذلك الشخص الذي كان في سوريا في عصر معاصر للسيد عبد الحسين شرف الدين توفي قبل السيد عبد الحسين شرف الدين بست سنوات يخرجونها بتخريجة التقية وعمثال ذلك عنده مركز هناك في سوريا في الشام كان يصلي في مركزه بدون تربة هم يسمونه تقية لا بس لا علينا الآن بالتسميات هذا ظرف التقية ليس ظرفا للتقية لا علينا هذا بحث آخر العجيب أنه بعد مرور أكثر من ستين سنة على وفاته إلى يومنا هذا في ذلك المركز يصلي بدون تربة الوضع تغير حتى لو كانت تقية في ذلك الزمن جاء وناس شجعان أبطال إلى سوريا أسسوا أساسا أرجعوا بعض مكانة الشيعة حصلوا على بعض حقوق الشيعة صارت هناك مساجد بكثرة ولله الحمد مراكز دينية حسينيات برامج الشيعة صاروا يظهرون بعض شعائرهم صار لهم بعض المكان أخذوا بعض حقوقهم إلى يومنا هذا تشيع ألني الآن في سوريا إلى يومنا هذا في ذلك المركز يصلي بدون تربة لاحظوا التأثير السيد عبد الحسين شرف الدين شجاعته ما عجلت وفاته ما عجلت أجله وعدم شجاعت ذلك الشخص ما أجلت أجله هو توفي في وقت أجله سيد عبد الحسين شرف الدين أيضا توفي في وقت أجله بعد سلس سنوات من ذلك ولعله أمره كان أطول من عمر ذلك الشجاعة لا تعجل الأجل الشجاعة لا تقطع رزقا رزقه انقطع السيد شرف الدين لا ذاك حصل على رزق أكثر لا تأخذ رزقك ولكن هذا أثر أثرا إيجابيا كبيرا في الناس أعطى قوة جعل بعض الحقوق يأخذه الشيعة حقوقهم ذاك أيضا أثر أثرا سلبيا تخريجته صحيحة أو غير صحيحة أنت قل تخريجته صحيحة بالنتيجة الأثر أثر سلبي لعدم وجود تلك الشجاعة الشجاعة لا تعني أن يكون الإنسان قليل الأدب مع الناس الشجاعة تعني أن الإنسان لا يتأثر بالخوف كلامنا عن الشجاعة في الدين في سبيل الله عز وجل ينطلق من منطلق الحكمة لا من منطلق الخوف والجبن مقتضى الحكمة أحيانا أن تكون لينا تكون لينا بسي شرف الدين كان لينا كتاب المراجعات راجعوه كتاب لين إلى أبعد الحدود فيه لين لين وقوة ليس كتابا فيه ساب فيه شاتم غير مناسب لا كتاب لي في موطن يقتضي اللين تكون لينا في الموطن الذي يقتضي الشدة تكون شديدا في بعض المواطن في قضية كتاب المراجعات الطرف كان لينا كان إنسان معقول السيد عبد الحسين شرف الدين كان في أعلى درجات المعقولية كتاب هذا الكتاب لين القوي ولكن فيه ظرف آخر عندما تقتضي الحكمة الشدة تكون شديدا عندما تقتضي الحكمة أن ترد الصاع بصاع ترد الصاع بصاع عندما تقتضي الحكمة أن توقف الشخص عند حده توقفه عند حده لا تتأثر بالجبن لا تتأثر بالخوف أنا أخاف أن يحصل علي الشيء الفلاني هذا الشيء يلزم أن يمسح نعم مختضي الحكمة مختلف هو الذي كتب كتاب المراجعات كانت له وقفات قوية أيضا وقفات قد تصنف بأنها شديدة هو نفسه صاحب المراجعات الكتاب اللين هناك مقتضى الحكمة أن تكون لينا لأن طرفك يتكلم بعقلانية هنا هذا الشخص تكلم بهذه الطريقة هو رد عليه بقوة وشدة حسب منطقهم وبمنطقه في نفس الوقت الشجاعة موضوع مهم جدا ومؤثر كن شجاعا الشجاعة لا تقدم أجلك لا تقطع رزقك طبعا الشجاعة لا تعني التهور الشجاعة من الصفات الحميدة من جنود العقل التهور من جنود الجهل الجبن أيضا من جنود الجهل ألا تنطلق من منطلق الخوف تنطلق من منطلق الحكمة الشجاعة تحدثنا عنها سابقا في خطبة عن جانبين منها وبقي جانبان آخران الجانب الثالث فيما يرتبط بالشجاعة بسرعة نمر على هذا الجانب الشجاعة في ماذا البعض يتصور أن الشجاعة في القتال فقط في الحرب كلا الشجاعة مواردها عديدة بل أقول كثيرة لا أقول مصادقها مصادقها كثيرة جدا لا مواردها مورد الشجاعة ما هو موارد الشجاعة عديدة مثلا أذكر لكم نماذج أولا الشجاعة في القتال الشجاعة في الحرب هذه الشجاعة من أظهر موارد هذا هذا المورد من أظهر موارد الشجاعة واضح معروف مشهور ثانيا الشجاعة في الانفاق بعض الناس ما عنده الشجاعة في الانفاق يخاف من الانفاق إذا انفقت ماذا يصير كيف يكون وضعي هذا الشخص قد يكون شجاعا في الحرب ولكنه جبان في الانفاق الانفاق يحتاج إلى شجاعة بعض الناس ما عنده شجاعة في الانفاق يحسب حساب خوف لا أقول حساب حكمه أخاف أن أنفق فيصبح الأمر كذائي هذا ما عنده شجاعة في الانفاق ثالثا الشجاعة في قبول الحق وما أحوجنا إلى هذه الشجاعة للأسف كثير من الناس ما عنده شجاعة في قبول الحق قلت قلت كلمة كذائية ثم انكشف لي أن هذه الكلمة كانت خاطئة كن شجاعا اعتذر كن شجاعا تراجع البعض ما عنده شجاعا في قبول الحق ما عنده شجاعا تأتي له بأدلة الأدلة كافية عنده لا يقبل لأنه جبان في قبول الحق وهذا كثير عملاء كثير وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه ليس فقط يعرف عنده يقين القرآن يقول استيقنتها زيادة المباني تدل على زيادة المعاني يعني درجة عالية من اليقين عنده يقين ولكن يجحد ما عنده شجاعة عنده جبن في هذا المجال قد يكون شجاعا في الحارب قد يكون شجاعا في انفاق المال ولكن في هذا الجانب جبان مورد رابع الشجاعة في الموقف جعلت جعلت في مكان لست مناسبا لهذا المكان وأنت تريد أن تكون في هذا المكان في منصب لست أهلا لهذا المنصب ووجدت من هو أهل لهذا المنصب وتتمكن أن تتخلى عن هذا المنصب لذلك الشخص الذي هو أهل تتخلى أم لا الأمر يحتاج إلى شجاع وموارد أخرى مصادر الشجاعة عديدة مصاديق الشجاعة كثيرة جدا موارد الشجاعة أيضا عديدة بل كثيرة البعض يتصف بالشجاعة في بعض الجوانب حسن شيء حسن ولكن إذا كان الإنسان جبانا في مورد آخر يغير كيف يغير هذه النقطة الرابعة التي نأتي إليها في وقت آخر في حديث شريف عن المولى أمير المؤمنين هذا حديث الشريف ورد عن المولى أمير المؤمنين وعن حفيده الأمام أبي عبدالله الصادق عليه الصلاة والسلام عندما أقول الشجاعة مواردها عديدة كما أن مصادرها عديدة هذه الرواية الشريفة لعلها في مصادر الشجاعة يقول عليه الصلاة والسلام جبلت الشجاعة على ثلاث طبائع هذه الرواية هذه الرواية الشريفة لعلها في المصادر مصادر الشجاعة لكل واحدة منهن فضيلة ليست للأخرى هذا معناه أنه المصادر إذا اختلفت الموارد أيضا تختلف المصادر تختلف ما هي الشجاعة قائمة على ماذا الإمام في هذه الرواية الشريفة يذكر ثلاث طبائع السخاء بالنفس ليس السخاء فقط بالمال السخاء بالنفس هذه درجة عالية من الشجارة والأنفة من الذل الإنسان لأجل أمر دنيوي يذل نفسه لأجل منصب يذل نفسه لأجل مال يذل نفسه لأجل مصلحة وقتية دنيوية يذل نفسه لا الشجاع عنده أنف من الذل يأنف يترفع عن الذل مرة في سبيل الله سبحانه وتعالى يصيب الإنسان الذل لا بس هذا شيء حسن وقد أصاب الأنبياء والأوصياء أذل لهم الناس لأنهم وقفوا لدين الله عز وجل ليس المقصود هذا الإنسان يؤدي واجبه حتى لو حصل به ما حصل الكلام الذل الدنيوي الذل لمصلحة دنيوية والأنفة من الذل وطلب الذكر لاحظوا الموارد عندما تختلف الآثار تختلف الإنسان يكون شجاعا في جانب عظيم إذا تمكن الإنسان أن يجمع الشجاع في مختلف الموارد ليس فقط يكون شجاعا في الحرب يكون شجاعا في الكلمة كلمة حق عند سلطان جائر أو عند إمام جائر شجاعة تحتاج شجاعة في قبول الحق يجمع إذا تمكن الإنسان أن يجمع الشجاعة بجوانبها المختلفة فإنها العظمة الحقيقية لأن الذل لأن الجبن يأخذ الإنسان إلى كل مأخذ رديئ فكلما كنت شجاعا ابتعدت عن تلك الموارد التي لا تتناسب المؤمن أختم كلامي بحديث شريف هذا الحديث الشريف لعله لا لا أقول لعله حتما عند بعض المؤمنين غريب حديث معرفي طبعا مرتبط بالمعرفة المعرفة ليست ذات قيمة دائما ولكن المعرفة المرتبطة بالله أو المرتبط بأهل البيت عليهما الصلاة والسلام من أعظم المعارف هذه المعرفة مهمة جدا حديث معرفي حديث مختصر نصف سطر تقريبا الحديث إلى حد ما غريب ولكن هذا الحديث الشريف حديث ورد بسند صحيح الحديث ورد في الكافي الشريف ورد في بصار الدرجات في مصادر أخرى بعض أساند هذا الحديث سند صحيح عن داود النهدي في بعض المصادر داود النميري ذاك غلط خطأ بعض المصادر أخطأوا في اسم هذا الشخص داود النهدي عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما قال نحن في الألم والشجاعة سواء وفي العطايا أو العطاء في بعض المصادر على قدر ما نؤمر ما ظهر الشجاعة في أهل البيت عليهما الصلاة والسلام كان مختلفا ما ظهر من شجاعة الأئمة عليهما الصلاة والسلام كان مختلفا الذي ظهر من شجاعة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في عاشراء لا نظير له في تاريخ البشر كله شخص واحد بوحده يدخل إلى قلب جيش جيش مدجج بالسلاح هذا المظهر لا نظير له في تاريخ البشر شجاعة لا نظير له في المرتبة الثانية كمظهر شجاعة المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شجاعته لا نظير له في التاريخ الشجاعة التي ظهرت من الإمام الحسن المشتبى عليه الصلاة والسلام في الجمل وغير الجمل شجاعة لا نظير له مظهر الشجاعة كان مختلفا ولكن واقع الشجاعة في نفوسهم كان متساويا يعني ماذا يعني الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام كان يمتلك الشجاعة التي كان يمتلكها سيد الشهادة بالضبط الإمام موسى بن جعفر كان يمتلك نفس الشجاعة التي كان يمتلكها أمير المؤمنين الإمام الجواد الإمام العسكري الأم عليه الصلاة والسلام كانوا يمتلكون نفس الشجاعة التي امتلكها الإمام المشتبى صلوات الله عليه أجمعين في العلم والشجاعة سواء نعم الإختلاف في ماذا الإختلاف في ظروفهم في مقتضيات أمر الله سبحانه وتعالى لهم ظرف الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان ظرفا ظهرت تلك الشجاعة في ذلك الظرف ظرف الإمام الجواد ما كان مثل ذلك ما ظهرت مثل ما ظهرت الشجاعة من المولى أمير المؤمنين من الإمام سيد الشهداء من الإمام المشتبى صلوات الله عليه مجمعين الاختلاف في ماذا الاختلاف في الظرف الذي أمروا في ذلك الظرف بطريقة معين هو الذي قلع باب خيبر في ظرف آخر أخذوه وجروه إلى المسجد وما صنع شيئا مقتضى أمر الله سبحانه وتعالى ذاك مختلف نحن في العلم والشجاعة سواء وفي العطايا في بعض المصادر العطاء عندما يقتضي العطاء المظهر على قدر ما نؤمر وفي العطايا أو العطاء على قدر ما نؤمر الأمر ما هو اصنع كذا عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون قلوبنا أوعية لمشيئة الله عز وجل حسب ما نؤمر يظهر علم ظهر من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام علم ظهر من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما ظهر مثل هذا العلم من عدد من المعصومين عليه الصلاة والسلام الظرف اقتضى أن المظهر للعلم يكون هنا أكثر ولكنهم في العلم والشجاعة سواء أبارك 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 لكم الأيام السعيدة المباركة في أسبوع البراءة هذا الأسبوع المبارك الأسبوع الذي فيه ذكريات سار لهلاكة عدد من قتلة أهل البيت وعدد من أعداء أهل البيت هذا الأسبوع الذي بدأ من يوم أمس التاسع من ربيع الأول ويستمر إلى ستة أيام أقل من أسبوع ولكن قريب من أسبوع إلى اليوم الرابع عشر من ربيع المولد من ربيع الأول أبارك لكم هذه الأيام السعيدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع أهل البيت عليهما الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة اللهم رزقنا زيارتهم في الدنيا اتباعهم في الدنيا خدمتهم في الدنيا شفاعتهم في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم صل على محمد